السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أعزائي المشاهدين اليوم سوف نقدم لكم هاد الخبيزات اللي تقدروا تسميهم طاست هكا وكي مجوش عالين بزاف لأنا كنا بغيرهم أنا هكا هابطين المهم اللي أبغيتهم أنتم عالين كتتغيروا على الفورما وكيجيوا في هالشكل ديال الطاست المهم هو أنهم صحيين بزاف بطحين كله انتقرالي يعني الكامل الطحين الكامل والشعير قدرت الطحين والشعير بجوش بهم تشوفوا معايا كورش المراحل اخليكم معايا من بداية الفيديو حتى النهاية باش تفهموا كورش الديال يوم كان واحدة فطور رائع 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 بحالي لا راني في البلاد المهم الطحين هو هاد عندي جوش خنشات هادو جوني من المغرب واحدة فيها الشعير و واحدة فيها القمح هما هادو كيفما كتشوفوا هوا هادي فيها فارينا قدرت لي هم السودانية باش مات ديك الفول الحمر الحار باش ما يديروش لي لحشرات لرامود لتشي حاجة ودابا غادين بدأوا بداية الحال موصولين مقادتين ولكن ما منققينش مزيان انا كان عاود محرر فيهم شوية كان نققهم مزيان نبودا كين لقيت غشي قشور ديال ببوش دوك صغير و ورين هادوك ديرين قصحين شوية وما اللي لقيت فيهم اكترية وغادي نطحنو بالتيرموميكس تزيت على القياس ديالي اللي بغيت باش غادي ندير هاد لطوست واللي غادي نديرو كن نعطيهم دقيقة نعطيهم غبط دقيقة باش من نسخنوش بزاف التيرموميكس ديالنا كله دقيقة في عشرة ديالتواني عشرة ديالتواني وكن نطحن مزيان هيا وكن نخلي هادا تحنتو جوج مرات تحنتو جوج مرات يعني جوج دقيقة جوج مرات تحنتو جوج دقيقة اللي تحنتو ليا بها الطريقة هذي وممكن إلا بغيت نطحنو كتر غيجي كتر غيجي بحل فورص ارتب بزاف ولانا كين انا يا خليتو شوية بحل الفينو انا غدي نوريكم من بعد شوفو هادا الشعير تهو قدرت له تهو واحد دورة تهو انقيتو شوية وطحنتو التهو في نفس الطريقة ولكن هادا غلير شوية خصوية تطحن اكتر ما شبح القمح تي تطحن ضغية هو ما كيت تطحنش ضغية صعيب شوية فطحين ديالو دي هادا غدي ندير لي هو واربعا ديال دقايق غدي ندير داقيقة اللولا دائما داين داين من التحن الدقيقة في البوكة لو بغدروشي حاجقة اصحام تكتروش لانا لكتر تولوقت تغمو ميكس ديالكم وغا بالدقيقة دقيقة وخليو شوية لسخن خليوه برد شوية وعاد زيد وعودو هانتم مدر الدقيقة اللولى بقات عندي ديك البلبولة طلعت البلبولة غلاية بزاف لانك تخرج البلبولة من الشعير خرجت لي غلاية بزاف يعني ما فيش اسميتو ما فيش دقيقة جا كلو غن خالة وبلبولة دونك ما جاتني الدقيقة اللولى ما كافيش لهذا غادي نزيد لعود تاني واحد ثلاثة ديالدقيقة خرين باش نطحنو مزيان باش يعطيني القمح ديالو باش يطيح ليا دك اسميتو دقيق ديالو يعني غادي نزيد نطحنو دابا عطيتو ثلاثة ديالدقيق ولكن ما كملتو مش نشوف انا غادي نبداو دابا اوكي كان عطيغا بدقيقة ونوقف درتلي ثلاثة ولكن كل مرة كان دير شوية ودابا بعد ما طحناها هو ما كتشوفو قادي ندوزو من الغربال داروري خاصنين نغرب له لان فيه البلبلغ ليضا وفي هادوك القشور ديالو اللي كيبقى وديك النخالة ديال الشعير كتديرون جي شوية لهذا انا افضلت نغرب له لان بغيت هادوك البلبلغ لبغيتو تخليوها خليوها مش مشي مشكل مهم الضياش شفتو هاي وقت عندي دباد البلبلغ قوقها اللي هي اللي غادي نستعمل من بعد باش غادي نديرها شربة الفطور مهم اغربلت كل شي حييت هادوك البلبلغ ودي نغربلتها اسميتو تطحن الاخر ديال القلح ها هو دي نغربلوه تاواته وغادي نخرج لي واحد شوية ديال هادوك السميدة ديالو غادي تخرج غلايدة شوية ذك الشي اللي بقى نغربلوه مزيان تطح كل شي ذك الشرقاء خلي بقى غلايد هو اللي غادي نخليوه وما غاديش نرميو هادشي اللي بقى غادي نضيفو علي هاديك البلبلغ اللوله وغادي نجمعهم باش غادي ندير شربة ديالي من بعد ان شاء الله غادي نوريكم اوكي شفتو كي بقى تغليظة وما تبقى كله رطب يعني هادا هو اللي غادي نعجن بهاتجوج المكوينات هادو ديال الطحينات هما باش غادي نعجن انتو ما كيف مكتشوفو غادي نحتاج لخميرة بلدية هي هادي غادي نغليليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف غادي نديرها هي اللوله كندير الخميرة ديالي ما كنديرش الخميرة الاخرى هادي بوحدها غير كنعطيه الوقت الكافي يبقى من الليلة ندبه في العشية دبع النستة العشية كنعجن وغادي نخليه تغده ان شاء الله هاد غادي نطيبه وعندي هنا الزرارع كل شي زرارع عندي 250 جرام ديال الزرارع خلطها كل شي فيها جنجلان فيها النافع فيها عبت حلاوة فيها زرع ديال نور الشمس زرع ديال القرعاء فيها سيمي ديالينو فيها جنجلان فيها سيمي ديال الشيا فيها بزاف ديال الزرارع كلهم اوميغا تخوة ودرت واحد شو ديال الزيت هنا تقريبا شي ثلاثة المعالقة ديال الزيت لانه هو قصحين كي يوقفوه ليس فرص يرتب من الداخل كي يجي شوية واقف هذا الخبز ودونك ملي تندير لي الزيت يجي يرتب زوين الشيش من الداخل او كنجمع هاد المكونات هادو وغادي نضيف ضاب الماء شوية بشوية تتي نجمع العجين ديالي تنعتادر لانه كان نصور بيد وحده وكان نعجن بيد وحده باش نجمع العجين ضفت الملح وغادي نضيف شوية الماء باش غادي نجمع العجين مزيان وغادي ندخلي عفوا الملح ها في دبغة هادو نحط تليفون وغادي ندلكها مزيان هاد غا نوريها لكم هاهاها وها هي دابا بعد مدد الكات غادي نرشها بشوية الزيت باش ما تلصقش ليا لان العجينة ديالو جد شوية مرخوفة كيف ما كتشوفو هاكا شفتو العجينة كيف مرخوفة ولكن كي شربو الطحينات الطحينات اللي دارت بجوجبهم كي شربو انه مجدادين كي شربو انتوما انتوما ندخلها تخمار دبستة العشية كيف ما قلت لكم لا عفوا ما غاديش نخليها تخمار غادي ندهن هادا اللاطات هادو فاش غادي نقرسها ديال الطوست ممكن تديرو مكبار عالين هادور عندي انا هابطين ما نجيش هالين فضلت ندير هادو نبغيش ندير غاوحدة جيني كبيرة فضلت ندير هادو ثلاثة دهنتهم بشو ديال الزيت ملتحت وكن نرشهم دابا بزرارة ملتحت نرشوهم كلهم باش هادوك الزرارة يلصقوا في هاداك الطوست من بره ديالو باش يجي تشكل ديالو مزيون من بره طيب وكن ناخدو العجين ديالنا اللي اللا عاد عجلنا كيف ما قلت لكم وكن خليه خمار هنا بغيتو تدخليوه خمار تلغد ليه وديروه فاللاطاتو تدخلوه نشان الفران ماشي مشكل بغيتو تديرو هاكا وتخليوه خمار هنا اللي بغيتو طرق كلهم مزيانين وصيحيين يعني اصحاحين عفوا توحدة مخاطئة هو كان في هاد الحالة ما قلت هم هنا كنقسم العجين لها هكاك بعيني ميزاني وكنديروه في اللاطات سنشرط هم هوا يوم موس باش غدن نخرج لهم هاد الهوا بشي خماروا ضغياء لا تهمنيش انا هاد الوجهديو اللي الفوقاني مشي بغيتو باش غد يبالي من بعد و لكنравد نقلبوه ماشي مشكل موية نغا بشي خماروا والعجينة اللي بغيتو هاتخمار دايمن كتشرطوها باش تتخمار ضغيه وده بغا دي الرش عليها ما تبقى من هاتيك الزرارة من الفوق بحال هاتشكل هادا ما باش ما تطرقاش لي الزرارة قولت نكملها هنا هيا ومن هكي يجي بنين بهات الزرارة كلها اوميغا تخوة كلها صحية ومفيدة لجسم ديانا اللي ما كان ناكلوهاش بزاف اللهم ما ناكلوها هنا قسط هادا دوست هادا سوف ندخلهم يخمارو حتى الصباح الصباح معنى شردية الصباح فشفقت ههوما شوفوهم دبا خامرين مزيان طلعو التال فوق وده ندخلهم الفران ومسخن من قبل الفران قصو يكون سخون وندخلهم يطابو طعبو طغيه متعطلوش عندهم طولو الساعة طابو خرجتهم الفران بعد طولو الساعة انتو مغالي شوفو نتيجة ديالهم كيفاش جاو خرجتهم من هادو كل هاتو وكنتروليتهم من تحت ليكونوا ما طيبينش وحداك انت ما طيباش مزيان عاودت قرملتها مزيان وهادو جاو طيبين كلهم هوا هادو كيف ما كتشوفهم بعد ما طعبو ثلاثة ها هوا وجاو هائلين فالمعذاق ما نعودش ليهم ما نعودش ليهم المعذاق جابنين بزاف وحسن من ديال اسمقاء ما نعودش ليهم مزيان وخميرة صحية طحين كل شي شفتو وهناي الفطار ها هو وجدو ها هي الشربة دبا بعد نبدو الشربة غادي نديروها عمرت براتاتاي وقطعت هذا الطوست وشوية الزيت وها هو الفطار هادو البليبيله هي هادو كيف ما كتشوفو جمعت ها ديال القبح وديال الشعير بشوش بيهم ها دك الشي اللي بقاليه في الغرفان وغادي نغسلو مزيان نفطها واحد شوية برنا البالكون بشحيت لي هادو كذيك النخالة وذيك القشور ديال الشعير اللي تحيدو ليها اللي قديت نحيد حييتهم ونفطهم هاكا في طبصيل واللي بقاو ما ما بغوش يتحيدو ليها كبيت عليهم المدابة هانتو ما كتشوفو هكتخوي عليهم الماء كتلعو الفوق هذيك النخالة ديال الشعير شوية تقديرونجي فالحلق موك خاصة تحيد كتكبي عليها الماء كتبقى يتحركيها كبيتديك في الماء باش كتطلع هذيك النخالة من كتطلع كتخوي اللي ما كتحييديها وكتعاودي توقيت شلي نفس العمليات تتنحيدو كل شي هذيك النخالة تتبقى لاسقى يعني يخصنا نشلوش حال من مرة باش تحييت ها ديال الشعير لو كان كأنت ديال القمح بوحدو ما غديش تدير لنا هادا هاد المشكين نقدروا نناكلوها عادي ان النخال زوينة صحية وفي دبا بعد مشلناها مزيان نشوفو باللي راه مبقاش فيها قاع هذيك النخالة يا الشعير اللي غادي تديرونجينا كنا ناخدو واحد الطنجرة فاش غادي نطيبوها هاد هاد البليبيله هذي وغادي نديروها فيها قاتليت شليلة اللخرى شليلتها بزاف ديالمرات موسيقى هانتمو كيف ما كتشوفو دابا طافي هاي وجدت بادي نديرها في هاد الطنجرة هادي صغيرة هاكا هادير خويها وغادي نخوي عليها المغليين كيف ما كتشوفو هاد الشكل هادا وغادي نديرها بمخينزة قطع تشفيلي غادي نخينزة وغادي نديرها فيها نديرو لها الملح هو اللول وغادي نديرو لها الزيت لاتجا حاجة في الاول غا الماء غليان و الملح بو حديتهم وهادي مخينزة كيف ما قوت لكم وغادي نقطع الوريقات ديالو لها من بعد وغادي نقطعها شوية غا شوية مشي بزاف وغادي نرميهم ها هما كيف ما كتشوفو هادو غادي نخليها دبا تطيب على خاطرها نقص عليها النار وغا نخليها تغلى مرة مرة كنحركها وصافه هانتوما هاي دبا كتغلى شفتو تبخر منها الماء بزاف كتغلى جتها الى البنات جتها الى جتها الى بزاف لانك حسيت بالمعداق ديالي بالبولة اللي جديدة كتشوفو في المداق والفرق ديال شي حاجة جديدة على شي حاجة يعني دزاليها وقت مهم كان فطور هاي اليوم اصحي بزاف دابا ها هي وجدات ما بقى لنا الا باش غادي نقطموها ان شاء الله ها في دبا غادي نقطموها ها في نحطوها في جبيبنات وغادي نديرو لها شو ديال زيت السيتون غادي نزينوها بوريقات ديالا مخنزة وغادي نقدموها وبصحة والراحة ومتمنتنا الاعجاب ديالكم وتجربو هاتا التومة وتشجعتكم القناة كوتشينا مينا بجام باش يوصلكم للجديد ولأول مرة كتزور القناة ديالي 100 الف مرحبا بها فارتاجي مع الاهل والاحباب والاصديقاء وفارتاجي مع اي واحد كتعرفو باش القناة ديالي تكبر وتعطيكم دائما الجديد وتشجعت ديال كمرا هم كي كيزيدوا وكيقويوا المورال شوية وكيضطر الواحد كيوالي يقول كيشجعوني باش يعطيكم دائما دائما اكتر وكيقول والو شي ما اعطيت لهذا متبخلوش عليا بجام وشكرا لكم على المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة